رجل حسد محمول رجل فتعطل هل أرقيه ما أقول لك اسأل الله أن يصلحه وأخرى تقول كنت أردى ولا أحيط فقالت لي أخت أنت تردعين الولد قلت نعم فمن ثاني يوم حط هل هذا عين ماذا نقول يعني العين تكون بماذا يا يوسف بالرؤية ولا بالهاتف يعني هل العائن يمكنه أن يصيب المعين عن بعد يفرق العلماء بين العائن وبين الحاسد بعض الفروق بين العائن والحاسد أن العائن أمره يستلزم الرؤية أن يراك بعينه أما الحاسد يمكن أن يحسد عن بعد أحد التفريقات التي ذكرها يا ابن القيم رحمة الله عليه